انتو ايه القصة والحكاية كل شوية مين بيكسب جماعة في كرة قدم النساية نلاقي ودي دجل مين بيكسب جماعة اي بطولة احتكار احتكار لكل البطولات ماشاء الله يعني الحمد لله انجاز عظيم طبعا عملتوا ايه السنة عشان توصلوا لهذه المرحلة الرائعة بتاخدوا الكاس الكبير او ده احنا عملنا حكاك اكتير او كاس كبير او اخدت كبير او يعني اول مرة نستلمك بكذا هو لسه جديد لا احنا الحمد لله احنا بداية ان قد بدأنا الموسم ده يعتبر بالنسبة ان اطول موسم بنت تلع في قرية قدم بالنسبة للعشر سنين اللي فاتوا على الاثناشر سنة خاصة ان احنا بدأنا بالوتولة الافريقية ابطال الدوري بدأنا بدري نهينا حتى كنا نهيين الموسم اللي فات كان قبل رمضان بيوم بعد كده كان حصل تلامع للمنتخب عشان البطولة العربية وتصفات اللي المؤهلة للامم بدأنا انا بدأت بفرقتي 15 سبعة اللي فات وده كان اطول موسم ممكن هم يشتغلوا فيه اشتغلنا للبطولة ابطال الدوري استعدنا لها كويس الحمد لله قدنا فيها بشكل كويس بدأنا بعدها الدوري من اصعب الموسم اللي بحي تشتغل فيها ليه بقى؟ من اصعب الموسم دي اول مرة خاصة نهاية الموسم اللي فات اول مرة بنت تلعب كمية المباراة دي الموسم اللي فات قلنا بنلعب ثلاث مباريات في الاسبوع نلعب جمعة اثنين جمعة للدرجة اللي انا عندي حصل من الاجهات ده حصل اصابات كتير قوي في الموسم اللي فات بعدها على طول راحوا لحمين في المنتخل يعني مفيش راحة خالص وانا عندي اكتر لعبات في المنتخل عدد كبير وبعد كده البطولة ابطال الدوري اشتغلت فيها وكرنا لازم نزال بمظهر كويس وبعد البطولة الدوري بعد بطولة الدوري المصري خلصنا وبطولة الدوري المصري خدنا الكاس فديه اصعب حاجة ان البنت تلعب فيها قرى اكتر مرة تلعب فيها قرى اشتركوا في القناة